ندد وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز بتسريب معلومات حكومية حساسة مشيرا إلى أن هذه التسريبات ستلحق الضرر بالأمن القومي وسيتم ملاحقة المتورطين فيها وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء أمس أن هذه التسريبات تعيق قدرة الحكومة على حماية البلاد معضحا أنه تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص في إطار تحقيق واسع حول المسألة حتى الآن